مشاهدينا دلوقتي حنسيب حضراتكم مع مجاز الأهم الأنباء مع دينا تفضل يا دينا شكرا لك منا التأساة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرنيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة إلى أبطال مصر في دورة الألعاب البرولمبية باريس 2024 الذين رفعوا اسم مصر عاليا في الفعاليات الدولية وأكد الرئيس السيسي أن نجاحات أبطال مصر مثلت علامة مضيئة للبلاد وإثباتا أن المصريين قادرون دوما على التحدي وتخطي صعب مثمنا عديمتهم وإسرارهم اللذان يعتبر مبعث فخر لأبناء الوطن عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصرين في الخارج جاء بدر عبدالعاطي جلسة مباحثات موسعة مع عبدالله بن زيد النهيان نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الإمارات وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبدالعاطي أعرب عن تقدير مصر الكبير العلاقات المتنامية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وزيادة وطيرة التنصيق والتشاور رفيعة المستوى تجه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتناول وزيران تطورات خاصة بالقضية الفلسطينية والأزمة في قطاع غزة حيث أشار الدكتور عبدالعاطي إلى مواصلة مصر جهودها المكثفة مع مختلف الأطراف المعنية في المنطقة لحثهم على حتمية عدم التصعيد وضبط النفس وذلك للحفاظ على أمن واستقرار ومصالح شوء بالمنطقة ولتجنيبها الانزلاق إلى حلقة مفرغة من المواجهات والعنف واتصالا بالوضع في لبنان فقد أكد وزير الخارجية على دعم مصر الثابت لأمن والصفر لبنان أعرب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطينية محمد مصطفى عن تقديره لموقف المصري خلال الأزمة الراهنة من خلال موقفها الحاسم بشأن منع تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه منعا لتصفية القضية الفلسطينية جاء ذلك خلال اللقاء الذي أعقده السفير إيهاب سليمان سفير مصر في رامالة مع رئيس الوزراء الفلسطيني وثمن محمد مصطفى دور محوري الذي تطلع به مصر منذ بداية الأزمة الذي يمثل اثمرارا للدور التاريخية الذي تلعبه مصر بشأن القضية الفلسطينية وكذلك القيام بجهود كبيرة من خلال الوساطة لوقف إطلاق النار فضلا عن إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة استشد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حجاب في مخيم البريج وسط قطاع غزة كما استهدفت غارات أخرى مبنى البريد بمخيم نصيرات وسط القطاع ما أصفر عن إصابة عدد من المواطنين وفي وقت سابق فجر اليوم كانت مصادر طبية قد أفادت باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة سبعة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق مخيم وسط القطاع اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة تول كارم ترافقها أليات عسكرية وأوضحت مصادر فلسطينية أن جرفات إسرائيلية شرعت في تجريف البنية التحتية وسط تحليق مكثف لطائرة استطلاع على ارتفاع منخفض تزامنا وأيضا دارت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية أعلنت توكالة الأنباء السورية سانا مقتل خمسة أشخاص في استهداف نقاط عدة بريف حما وسط سوريا وأوضحت سانا أن نحو خمسة عشر غارة إسرائيلية حتى الآن استهدفت المنطقة الغسطى وشيرة إلى أن حريقا كبيرا نشب في منطقة حير عباس بريف حما جراء العدوان الإسرائيلية ارتفع عدد ضحايا الإعصار رياجي في فيتنام إلى 24 قتيلا وأصيب 299 جراء الإعصار وما تبع من انهيارات أرضية وفيضانات في شمال البلاد وقالت حكومة فيتنام أن الإعصار تسبب في تعطيل إمدادات الكهرباء والاتصالات في عدة أجزاء من البلاد وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من حدوث المزيد من الفيضانات والإنهيارات الأرضية ختم مجزئات تاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لإستجمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر